مين هذا كمان؟ ياسمين؟ لك فتحي الباب ياسمين شو صار ليه؟ أنا أنا ليفتحي هالباب لك شو ترشتي فتحي بقه؟ ياسمين فتحي صلي صلي ما شفتك والله خوفتيني علكي لكلص فتحي بقه ياسمين ياسمين يلا ياسمين شفتك مني انتي الثانية ناقصتك انا؟ شو ممنحق يضل حالي شوي؟ شو هادا يا؟ خير إن شاء الله أمان شو جاب يكلق لهم؟ أنا جاية مشان وقف معك وساعدك أنت؟ جاية مشان تساعديني؟ اي طبعا طيب ليش؟ خليني فوت بالأول وبعدين بنحكي قولي ليش هيك البيت مكركب؟ الله الله يوفيك تقولي فايت على سوق الهال مو على بيت إيه إيه إزا بتطلي كمان شوي هيك رح تعسنيها لك ياسمين كم يوم إليك ما تحمّمتي أل؟ صار للشي أربع تيام ما أمت من محلي انبيّن عليكي ريحتك إنت وبيتك بترد الروح فيك تفهميني شو الي جابك لعندي؟ اذا جاية تحسسيني قدي الشكل يتعبان وبيتي بيقرف لا تعزبي حالك لاني بعرف تركيني بحاليا الله يسامحك ولو هذا اللي فهمتي هلأ من حكي والله انتي عم تظلميني ما سمعتيني شو هلتلك برة انا جاية لعندك مشان ساعدك انتي معيك انفيصان بالشخصية شي لاش بقى شو فيها يعني مو الرفقات لازم يوقفوا مع بعضهم بالازمات ليش نحن من اي متى رفقات الله يسامحك ليش هيك انتي طبعا نحن رفقات شو ما بتعرفي يعني انا وانتي صحي انت خانق احيانا بس منضر رفقات قديش اتعزبتي معي ولتبتي لي بيتي وجبتي لي حلو معك كمان صدقيني انا بعزك وول ما دريت انه انتي وغسان تركت وكتير ازعلت ليش انتي كمان دريت انه انا ويا تركنا هلأ كمليت معي انا ياسمين ما في داعي تخافي مني وحياتك ما رح استغل هالفرصة ولا رح حاول اتقرب منو القصة مو هيك ليكي بدك الصراحة زل ما كتير عاجبني ماني حابة يكذب عليكي بنوب ومن زمان حاطة عيني عليه صراحة انتي لما بتطلعي من القصة ما بيعد فيه الى طعم بنوب يجوز حطرتهم براسي جاكر فيكي يعني انا بحب المنافسة هيك بتشجع اكتر ولا شو رأيك مو هيك احسن ياسمين ياسمين مع مين عم بحكي صر ليساعة اومي سحصحي شوي شو صر لي انا بعرف منيح كيف خليكي ترؤي وتنسي كل هالفصة يلا اومي لا شوف ما بدك اومي اموت يعملي دوش على السريع ورسي وتنقي بدنا نطلع عني احلى سهرة لوش الصبح كمان طلعيلي من هالجو الي بيجيب الكقابة شوية عاني رح تجيبيلي الجلطة معلي خلاق اطلع من البيت تركيني نام وروحي على بيتك ياسمين بدك تأومي ولا اوميك بطريقتي الخاصة قلتلك بدنا نطلع عني سهر وهلأ فورا يلا اومي بدنا نطلع يلا اومي لك تركيني بقى قلتلك ما بدي اطلع من البيت حلي عني امان امو على كيفك لك شو قصك انتي تركيني بحالي عملك باكي انتي ما بتعرفيني منيح وقت اللي بدي شغلة بعملها لا تخليني هلأ اوم روح جيب مي مغلية وكتفو راسك واحرقك بقى اومي فوتي عن حمام واتدوشي مثل العالم والخلق يلا 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 لشو امان تركيني قلتلك حلي عني بقى تحت اومي اومي ما خلص خلص خلاص با حقو يلا العمى بعيونك شو دبقى عم قلعك من البيت ومعن تنلعي مو نعصني غير رفقتك هلأ العمى لاكي ولي كاتري الشامة وفريكي شعرك منيح واستعجلي بدنا نروح واستشوري شعرك احسن مالك تعرفتي هيك تضربى بهالمظر شعرات لفاتي اظبط من شعراتك بعدين ما فيني طلعك معي وانتي هيك اشتركوا في القناة قلتلك ما بقدر لأنه ضغري بالضايق جربته مرة طعمتو بتقرف كيف قدرانين تشربوا أنتو ضغري قلبت معدي شربي أنت خلص أنا بطلب شاي إي لا هلا بدك تفهميني أنه ما طلعتي مع جوزك شي قادر فيها مشروب يعني شو على طول كعر حفزك بالبيت لأ بالعكس كنا نطلع مشاوير وكنا نسهر على طول وكان يشرب ويوصيلي أنا كمان على المشروب بس ما كنت قدر أشرب كنت أترك الكاسة على الطاولة لأنا ما بحب المشروب أبدا بطلب لك مبيد كتير خفيف لا تخافي اي أنا بدي شاي ما بدي أشرب معي لأ حبيبتي يا حسنين وعلى كيفك بدك تشرب معي اليوم أنا قلتلك بدي طلعك من البيت مشاو نساعدك شربي لك كاسة وبتنسي كل حمومة شربي ونسي غسان وقصصه أحسن لك لو سمحت بدنا كاسين مبيد أحمر وبصرع إذا بتريد بس يكونوا مبيد فرنسي بليز وحياتك هلا بتشوفي قبل ما تخلصي أول كاس بيكون رأم مزاجك يلا تشيز شربي بصحة ترفقتنا وهالقعدة الحلوة كاسك قلم بيدي كتير طيب شكله عن جد فرنسي لك يا سمين بتعرفي أنا ليش طلعتك وجبتك لهون ليش جبتيني حبيبتي مشان تحكي وتطلعي كل شي بقلبك وترتاحي موشان تسكتي خير ليش حط الحزن بجرنه وقالبي والشي حكيلي مشان ترتاحي وتروقي شوي انتي بتعرفي كل شي أمال أنا حبيته لغسان بس حضرته طلعي جري بلوك يا سمين انت متأكدين انه انه الحكي مصبوط يعني فيدي لي المؤكد انه غسان اللي قتلى كل الأدلة هيك بتقول ياها يا ربي أنا كمان مالي قدراني يصدق ابنه حاس في شي جواتي عم بيقلي انه مو هو يعني واحد مثل غسان مستحيل يكون قاتل ايه مصبوط والله معك حق مستحيل يكون قاتل يا ربي اسماعي رح قليك شاري اذا قالوا جميل اللي قاتلها بصدق وانا مغمضة لانه شكله شكل مجرمين بعدين حتى حكيه بيخليني يخاف بذكري شكل جميل وشوفي اذا حكي صح ولا لا ما بتحسي انه نظراته مالة طبيعية وتصرفاته بطل يتصرف بطريقة غريبة كل ما تذكرته باش هيربتالي بتعرفي ياسمي اللي بيصنعك هيك عم تحكي بفكرك عم تحكي عن شي فيلم رعب كابري عقلك شوي هلأ واحد مثل جميل بده يطلع مجرم انتي عم تحكي هيك لانه ما بتعرفي شي نحنا عرفانين كتير شغلات شو عرفيك ليش قاليني اللي صار بداريا يعني ومين هي داريا بقى اسماعي هناءه جميل من زمان كان عندهم بنت اصغر من مراد ايه والبنت كان اسمه داريا بس ماتت وهي صغيرة كتير اخوها مراد هو اللي قتل بايده ايه والمسكينة هنا في حدا بلش يهددها لانه عرف بهاي القصة اصلا المسكينة مش عن هيك انت حريت ولكن انت شو عم تقولي حاسي حالي بشي كابوس شو هالحارة اللي سكنت فيها كلها مجرمين حبيبتي يلي ورا كل هالقصص هو جميل وهو اللي قتله ما في حدا قتله هيام غير وهو لك ياسمين بلش تخوفيني عجد ما كنت عرفاني انه هيك الوضع لك اخوة افضان لو سمحت مريني تفضلي معلش تجي شوي جملك السنبي التانية تكره معيني بسرعة فورا اخدي لك ياسمين معك حقه لتذكرت شغلة كتير مهمة مبارح كنت وعفة مع جميل وبالصدفة اجت سعاد ووقفت معنا وكان عم يوز براسة طول الوقت غسان هو القاتل هو اللي قتل اختك عم تحكي عن جد انت؟ وحيعتك وانا كنت موجودة هونيك امال؟ يعني معقول يكون جميل هو اللي قتل هيام وقدو يلزق التهمة بظهر غسان؟ ايوة اشتركوا في القناة